بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية انطلاقا من هذا المعنى المعنى الأعظم والمعنى الأكبر الذي تندرج تحته كل هذه الملامح وكل هذه المعالم القرآنية انطلاقا من هذا نتابع ما ذكرناه في لقائنا السابق حول قوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وجوبا الحمد لله أنه حمد نفسه بنفسه قبل أن يخلق الحامدين أو قبل وجود الحامدين ولكنه شرفنا سبحانه وتعالى بأن أجر الحمد على ألسنتنا وبأن استعمل ألسنتنا في ذكره والثناء عليه ليرفعنا بذلك عنده وليشرفنا بذلك فلا شك ما قال بعض العارفين الحمد أو الذكر الحقيقي أن تشهد لسانك عند ذكره كأنه شجرة موسى سمع الكلام عندها أو منها ولم يكن الكلام صفة الشجرة وإنما هو صفة متكلم سبحانه فإذا من الشرف أنه سبحانه وتعالى استعمل لسانك كأداة في الثناء عليه أو في حمده سبحانه وتعالى ثم نسب ذلك إليك أي رد نسبة الأمر إليك فيما أنشأه لك هو سبحانه من شأ الحمد وهو مبتداه ولكنه مع ذلك يقول حمدني عبدي وهذا كما قال ابن عطاء الله إسكندري في حكمة من الحكم إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك يعني ربما وفقك لعمل صالح وهداك وشرح صدرك لأدائه والقيام به ثم نسب ذلك إليك لا من باب الاستحقاق في جانبك ولا من باب الوجوب عليه سبحانه وتعالى إنما هذا من باب التفضل كما قال سبحانه وتعالى وَنُودُوا أَنْتِلْكُمُوا الْجَنَّةُ أُورِثْثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هنا ربما يبدو إشكال بين قوله أُورِثْثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أو كما في الحديث الآخر سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم تقديم وتأخير من باب الاشتغال منصوب عالم من باب الاشتغال أحدكم مفعول به واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله فاعل عمله الجنة قالوا حتى أنت قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالحديث يقضي بأن دخول الجنة لا يكون إلا بمحض الفضل والمنة لكن كيف نوجه الحديث مع قوله ونود أن تلكموا الجنة أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أُدْخُلُوا الجنة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نقول للجمع بين الحديث والآية نقول إن قوله أن تلكموا الجنة أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ليس من باب الاستحقاق وإنما هو من باب التفضل لأن الآية السابقة تشير إلى موقف للعبد التزم فيه نسبة الأمر إلى الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهنا اعتراف وإقرار من العباد بأنهم لولا توفيق الله مهتدوا كما كان صلى الله عليه وسلم يستروح دائما برجز بن رواحة اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هكذا الأمر فلما ردوا الأمر إليه ابتداء وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من باب الجزاء أضاف الله إليهم دخول الجنة بالعمل من باب الفضل لا من باب الجزاء من باب الفضل لا من باب الاستحقاق فقال ونودوا هذه جاءت بعد قوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون فقوله بما كنتم تعملون أتى في مقابل قولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهكذا إذا رد الأمر العبد الأمر إلى مولاه سبحانه وتعالى إقرارا واعترافا بأنه مبدأ كل فضل ومنشأ كل فضل كافأه الله بنسبة الأمر إليه تفضلا فيقول حمدني عبدي مع أن الذي حمد الله هو الله فهو الصاحب هذه الكلمات فهو المتكلم بهذه الكلمات الحمد لله رب العالمين ذكر الربوبية ثم أعقبها بذكر الرحمنية الرحيمية الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين وعندما يضاف العالمون إلى الرب رب مين؟ رب العالمين كلمة العالمين قد تأخذ الدلالة الواسعة التي لا حدود لها وقد تأخذ الدلالة القاصرة يعني مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول في شأن السيدة مريم عليها السلام وأن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين على نساء العالمين نحن الأول نقول ما معنى لفظ العالمين العالمون جمع عالم أو نقدر نقول العالمون كل ما سوى الله لكن هذا المعنى عندما نقول العالمون كل ما سوى الله هذا لا يستقيم إلا في جانب إضافة العالمين إلى الربوبية يعني لا يجوز أبدا أن نقول العالمون كل ما سوى الله إلا في جانبه سبحانه نقول الحمد لله رب العالمين في جانب الله إنما في جانب مريم هو أن الله استفاك وطهارك واستفاك على النساء العالمين أي عالم زمنك أو زمانك عالم زمانك طيب المعنى ده المحدود ده أنا خدته منين أنا وجدت له نصا آخر في سورة الشعراء مولانا سبحانه وتعالى بيخاطب قوم لوط بيقول إيه بيخاطب قوم لوط الذين كانوا يمارسون الرذيلة كانوا يمارسون الرذيلة وهو فعل الواط هذا الفعل المذموم يقول فيه سبحانه أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران يعني الذكور الرجال دون النساء من العالمين من العالمين فهذا المعنى العالمون هنا أيضا محدودة محدودة لأن كلمة من العالمين وإن كان الفعل باقيا ومستمرا في وجودنا في وجودنا وفي وجود المجتمعات إلا أن الخطاب هنا لقوم لوط بوجه خاص تأتون الذكران من العالمين مما يؤكد أن نفذ العالمين أخذ معنا خاصا كما في قوله وأن الله اصطفاك وطهارك واصطفاك على نساء العالمين لكن إذا وكذلك قوله وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين العالمون منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لكن إذا أضيفت كلمة العالمين إلى الرب تأخذ هذا المعنى الذي لا يحد بحد بل نقول العالمون هنا كل ما سوى الله العالمون كل ما سوى الله وأما نفذ الرب فهو قد يكون بمعنى المربي صاحب النعمة المصموض إليه في كل أمر يفتقر إليه الإنسان فهذا تذكير للعبد مع بداية الوحي ومع بداية التنزيل تذكير للعبد بأن الله سبحانه وتعالى ما افتتح الوجود إلا بما يستوجب الحمد أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر فهد هو الذي وهد هو الذي أعطى هو الذي منح هو الذي أعطى الحياة كنا عدما فأوجدنا كما يقول بعض العارفين كنت عدما فأشهدتني كنت غيبا فأشهدتني كنت عدما فأوجدتني حتى إلى أن قال وكنت معرضا فتعرضت لي هذه الكلمات الرقيقة اللطيفة التي يعني تعطف بنا أو تعطفنا على أن نلوذ بهذه الربوبية وأن ننحاش إليها انحياش الطفل الصغير بأمه الرؤوم ولله المثل الأعلى الحمد لله وجوبا الحمد لله بأجناسه الحمد الواجب كل هذه المعاني تستقيم الحمد لله رب العالمين أي الذي رب أي الذي خلق الذي سوى الذي أعطى الذي هدى الذي منح الذي أجاب الذي عافى قل ما تشاء فهذا أمر يعني هذا بحر لا ساحل له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من المعروف عند البلاغيين أنه لا يجوز في صيغ البلاغة أو في المبالغة لا يجوز الارتقاء من الأعلى للأدنى لأن ارتقاءك من الأعلى للأدنى لا يأتي بزيادة ولا يأتي بفضل بل هو تدنن ونزول المفروض الرحمن صيغة بلاغة أو صيغة مبلغة صيغة مبلغة الرحمن والرحيم أيضا صيغة مبلغة ولكن الرحمن أعلى فلماذا لم يبدأ بالرحيم ثم ارتقى إلى الأعلى لم يقول الرحيم الرحمن بل قال الرحمن الرحيم أقول هنا لاختلاف الملحظ أو الملمح الملمح هنا إن الرحمن على فعلان كل ما كان من الصفات على فعلان يفيد المبالغة والقوة والكثرة لكنه لا يفيد الدوامية لا يفيد الدوامية فلم يقول فلان جوعان ولله المثل الأعلى فلان جوعان فلان شبعان فلان ضمآن فلان عريان هذه الصفات لكن لما يقول فلان جوعان الجوع لا يمكن أن يكون ملازما له أبدا يعني لا بد أن يتناول طعامه لا بد أن يزول هذا الجوع بتناول طعام عريان كذلك شبعان كذلك فهذه صفات تعرض الإنسان ولكنها لا تزول لكن في نفس الوقت ما كان على فعلان في مبلغة من حيث الكثرة ومن حيث القوة فالرحمن أي عظيم الرحمة عظيم الرحمة والرحيم أي دائمها فجمع بين المعنيين الرحمن على فعلان كثير الرحمة عظيم الرحمة جليل الرحمة كبير الرحمة ثم الرحيم فكل ما أتى على وزن فعيل له الثبوت وله الدوام فلان كريم هذا وصف اللازم فلان حليم وصف اللازم فلان عليم وصف اللازم بخلاف نقول فلان جوعان هذه صفة غير لازمة صفة غير لازمة فلذلك لابد أن نفرق بين اللفظين الرحمن للمبالغة في الكثرة والرحيم لتأكيد الدوامية أي الرحمن جليل الرحمة عظيم الرحمة دائمها ونترككم لفاصل قصير على أن نعود إلى هذه الأسماء المباركة إن شاء الله وقفنا قبل الفاصل عند قوله الرحمن الرحيم ثم أعقب الله ذلك بقوله مالك يوم الدين وهناك قراءة ملك يوم الدين وقد رجحها البعض أو قال البعض إنها أبلغ ملك أبلغ من الملك باعتبار أن كل كل ملك مالك وليس كل مالك مالكا هذا فرق من الفروق لكن على كل القراءتان لهما وجهان صحيحان يؤكدان انفراده سبحانه وتعالى بالملك والملك فهو مالك كل شيء على وجه الاستقلال إذ أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو مخلوق لله ملك لله كل ما في الوجود كل ما يقع عليه النظر كل ما يقع عليه السماء كل ما تدركه بعقلك بسامعك ببصرك بيدك حتى ما سطر عنك من هذا الوجود الغيبي أيضا الكل الكل له سبحانه وتعالى على وجه الاستقلال فلم يشاركه أبدا أحد أو مخلوق أو شيء في امتلاك شيء فهو سبحانه وتعالى المالك على الحقيقة لذلك يستوي عندنا اللغتان يستوي عندنا المالك بمعنى الذي ملك ويستوي عندنا الملك بمعنى من له الملك يستوي عندنا الوجهان لأن المعنى فيهما منفرد فالاشتراك في اللفظ أو الاشتراك في الوصف عندما نقول الملك فلان الملك فلان أو السلطان فلان مثلا أطلقنا لفظ الملك على المخلوق وأطلقناه على الله سبحانه وتعالى لكن لا يلزم من وقوع الاشتراك في اللفظ أو في الوصف الاشتراك في حده ولا في مراتبه ولا في نسبه وأقداره فالملك بالنسبة لله يأخذ المعنى الذي يتناسب مع جلاله سبحانه وتعالى ومع كبريائه ومع عزته جل جلاله لكن الملك بالنسبة للمخلوق ملك محدود محدود يقول إلى زوال ويقول إلى أفول لا بد من أن ينتهي ولا بد من أن ينتهي أيضاً أو أن يموت صاحبه هذا الملك لا بد أن يموت أما الله سبحانه وتعالى فهو الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت بل هو الحي القيوم الباقي دائماً لكن ربما سأل سائل يعني لماذا لم يقل مالك الدنيا والآخرى مالك يوم الدين اشمعنا مالك يوم الدين لماذا لم يقل مالك أليس مالكاً للدنيا نقول بل هو مالك الدنيا ولكن الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً فما قيمة ملكك لو قلت أنا أملك هذه الإبرة أو هذه الشعيرة أو هذا الشيء الضئيل الحقير ما قيمة الدنيا كلها كلها لا تساوي عند الله جناحة بعوضة فما قيمة نسبتها إليه سبحانه وتعالى ما قيمة نسبتها إليه لا قيمة إنما الآخرة وهذا يذكرنا بمعنى آخر سئلت من قبل حول الحديث النبوي أنا سيد ولدي آدم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة أليس سيد ولدي آدم في الدنيا بلى إنه سيد ولدي آدم في الدنيا لكن لماذا لم يقل في الدنيا لماذا لم يقل في الدنيا والآخرة بل قال يوم القيامة أقول لأن السيادة في الدنيا متنازع فيها بين من يستحقها ومن لا يستحقها هناك من يدعي السيادة والزعامة والريادة والقيادة وهو غير مستحق نعم فمتنازع فيها لكن عندما يقول يوم القيامة أي إذا وجلت القلوب إذا خشعت الأبصار إذا قام الناس لرب العالمين إذا استوحش الرسل إذا قال الرسل يومئذ اللهم سلم سلم عندما تظهر سيادته في هذا الموقف يكون لهذا المعنى أو يكون لهذا الحديث أثره عندما نستقبله من خلال هذا المشهد يكون له أثره سيد ولدي آدم يوم القيامة أي إذا قام الناس لرب العالمين إذا خاف الصديقون إذا أرجف الظالمون أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة لكن السيادة في الدنيا متنازعة فيها كذلك الأمر هنا مالك يوم الدين مالك يوم الحساب مالك يوم الجزاء أي أنه سبحانه وتعالى المنفرد فيه بالحكم المنفرد فيه بالجزاء لا يسأل عن ما يفعل هو الذي يثيب وهو الذي يعاقب من باب قوله لمن الملك اليوم لله الوحيد القهار ولقوله سبحانه وتعالى والأمر يومئذ لله مع أن الأمر له في الدنيا أيضا لكن لماذا يقول والأمر يومئذ ولم يكن في الدنيا أقول لأن أمور الدنيا تركها الله للعباد من باب الحكمة في إقامة الأسباب وفي إقامة مظاهر ومجال شهادية تتجلى من خلالها صفاته وأسماءه تعالى مالك يوم الدين ثم جاء الخطاب هنا من العبد لله إياك نعبد وإياك نستعين تقديم الضمير ضمير مخاطب إياك نعبد بنون الجمع وهي ليست نون العظمة لأنك تخاطب الكبير المتعال ولكنها نون الجمع نون الجمع بمعنى أنه ينبغي أن تكون عبادتك لله من خلال وجودك ضمن الوافدين عليه في هذا الرحاب وفي هذه الحضرة القدسية إن كنت ستأتيه يوم القيامة فردا لكنك في الدنيا تأتيه عبدا ضمن العباد وضمن العبيد ضمن العباد وضمن العبيد إياك نعبد فليست نون العظمة بل هي نون الجمع أي إياك أعبد في من عبدك إياك أعبد في من يعبدك أي أنني لا أدخل عليك وحدي من باب العبودية ولكن ما أكثر العابدين حتى لا أغطر بنفسي وحتى لا أغطر بعبادتي وحتى لا أغطر بصلاتي بل أنا الوافد عليك في ركب المقبلين عليك إياك نعبد تقديم الضمير يفيد الاختصاص إياك أي إياك وحدك لا شريك لك لم يقل أعبد إياك أو أعبدك ثبما تقولها بلسانك أعبدك وأنت تعبد معه غيره لكن عندما تقول إياك أي وحدك أسلوب اختصاص وهو في دلالة الحصر إياك أي عبادتي وعبودية صلاتي ونسكي وهدي ومحياي ومماتي وكل ما أؤديه من هذه الأعمال ومن هذه الأدوار هي لك هي لك إياك نعبد وإياك نستعين طيب لماذا تأخر طلب الاستعانة أو الإقرار بطلب الاستعانة على العباد هو لم يكن هذا التقدم في باب الطلب إنما في باب الإقرار في باب الإقرار أي لك مني الطاعة فيما أؤكده بقول إياك نعبد لك مني الطاعة ومنك الاستعانة ومنك الاستعانة أي أن العون لا يأتي إلا منك فأنت المالك لأزمة الأمور ومقاليدها ومفاتيح الخير في الإنسان أنت المالك لمفاتيح الخير في الإنسان فلولاك ما اهتدينا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هذا المعنى لا بد أن يستقر أن يستقر في الأذهان عندما نقرأ هذه الآية في صلاتنا إياك نعبد وحدك لا شريك لك وإياك نستعين أي لا نطلب العونة ولا المعونة إلا منك إذا استعنت فاستعن بالله لكن هذه الاستعانة القلبية لكن لا بأس أن تستعين بأخ لك في قضائدين في سد حاجة أو سد خلة أو أن يعينك على أمر هذه استعانة جعلها الله سبحانه وتعالى من باب التعاون على البر والتقوى لكن لا تتعارض مع ما نحن بصدده من أن الاستعانة القلبية لا تكون إلا بالله يعني أنا إن استعنت بمخلوق في أداء في أداء مصلحة فهذا أمر مشروع من باب الأخذ بالأسباب لكن الاستعانة القلبية لا تكون إلا من الله لا أطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى فهو المالك له المالك للأمر كله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا هنا لم أذكركم بما قلته لم نقل اهدنا إلى الصراط المستقيم وإنما قلنا اهدنا الصراط المستقيم لأنك تطلب الأمر من مالكه ومن واهبه ومن مقدره ومن مريده سبحانه وتعالى ولكن الوقت قد داهمنا فلذلك نرجع كلامنا حول هذه الآية الكريمة من آخر سورة الفاتحة للقائنا القادم ونسأل الله لي ولكم ولجميع المشاهدين ولجميع المسلمين والمسلمات الهداية والتوفيق والتسديد على أمل اللقاء بكم إن شاء الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته